السلام عليكم اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة بغادي ديوغو كانتمنى تكونوا دائما بخير على خير وبصحة جيدة شكرا لكم بزاف على تعليقاتكم الرائعة شكرا للناس اللي كيجربوا الوصفات وكرجعوا باش يخليوا لنا النتيجة اليوم غادي نشوفوا هاد ليجالات اللي كيجيولدادين بوصفة اقتصادية جدا يعني ما فيهمش نهائيا مكونات لمكلفة وكيجيوا سهلين فتحضير خفافين الديدين بكاد وزئاتي شي حاجة بسيطة وضغية ضغية كتوجد وليلاشارة كيجيوا ورطبين ما كيجيوش مقرمشين نمشيوا على بركات الله نشوفوا المقادير والطريقة وليعجباتكم الوصفة متنسوش ديروا لايك سنحتاجوا جوج بيضات 100 جرام ديال سكار سينيدة انا عبرت بهد الكاس ديال الشاي قريب الكاس الى ربع يعني اقل من كاس الى ربع كاس اللي صغر من الكاس ديال اللي عنبه هادا سنحتاجوا 40 جرام ديال الما سنحتاجوا النكهة ديال فاني او كيس ديال سكار فاني 100 ميليليتر ديال الزيت انا عبرتها هنا في هادا الكاس جوج ديال الخمارة ما يعادل 16 جرام وعندي هنا نسكيلو ديال الدقيق غادي نشوفوش حل غت هزلينا وغا نحتاجوا جوج معالق كبار ديال العسل انا درت غير واحدة ورشة ديال الملح فكنا اخدو انا نديروا فيها البيض الفاني انا درت اقل شوية من معالقة صغيرة سكار سينيدة ممكن تنسمو بقشور البرتقال او الحامض او اي نكهة انتو ما كتفضلوها كنخلطو مزيان بيد دينا او بطراب بحلي كنحاولو ندوبو هادا كالسكار سافي وغادي نزيد الزيت هنا ضروري نخدمو مزيان الخاليط باش كتنساجم المكونات سواء في هاد الحلويات اللي بحال هكا او في الفقاس خصوصا في الفقاس ضروري ملي كنديرو الزيت كنخدمو الخاليط مزيان حتى كينساجم مع باقي المكونات بعد المرات كتلق لنا العجينة الزيت وما كنعرفوش اشنو السابب فهذا كيكون هو غالبا هو السابب هنا يزلت معلقة ديال العسل معلقة كبيرة وكنخلطو ثم غنزيد الما اربعين جرام او اربع كاس ديال الما تقدرو تديرو مزهر سوف نزيد الدقيق بشوية بشوية دقيق دائما نغرب له كنحاولو غير نجمعو هنا ما غاديش نجنو غنزيد الخميرة ديال الحلويات مع الدقيق عندي هنا يستاشر جرام جوج اكياس سوف يبدو نجمعو إلا بغيتوا تسهلوا عليكم الخدمة هادوك المكونات اللولين ممكن تخدموهم في خلات كهربائي يعني البيض الزيت الماء المكونات كلها مع عدد دقيق وخميرة الحلويات يعني خليوهم حتى الاخير ممكن تخلطوهم غير في أشوار إلا كان عندكم كبير او في الكاس اللي كان حضرو فيه العاصير او بيديكم كيم مادرت انا سفي كم داو نجمعو العجين عجين ما نكتروش ليد دقيق يعني ما نقصحوش وف نفس الوقت ما يكونش جاري هنتو ما غا تشوفو معايا كان بقى نزيد دقيق بشوية بشوية وانا غير كنجمع يعني ما ندلكوش العجينة غير نجمعوها سافي اهنا وصلت القوام اللي بغيت كيم ما كتشوفو ما كتلسقش باليد وعجينة اللي رطبة باش كتجينا يجيونا هاد اللي قاليت هشي عشي غادي نغطيها بفيلم او نديروها في كيس بلاستيكي غير الوقت اللي غا نوجد المدلك والسطح العمل فين غا نخدم سافي وغادي نبدأ نخدم هاك نخلي واترتاح غير واحد شوية هنا الدقيق اللي شاطليت قريبا واحد المعرقة كبيرة من 10 كيلو 500 جرام مدرت هاش كلها هنا انا خديت بابي كويسون وغادي نطلقها بالمدلك ما غا نحتاجوش نغطيها من الفوق لانها ما كتلسقش هنا غا ناخد غير قطعة وغا نخلي القطعة التانية باش هادو كلي شوية اللي كيشي طولية كنزيدو عليهم شوية من العجين اللي ما مخدوه مش يعني باش لانها هادو كلي شوية من اللي كم قاون عودوهم ما كيبقاش العجين بنفس الجودة دكشي عليش كنزيدو عليها شوية دي العجينة اللي جديدة باش كتحافظ هاد اللي قاليت يحافظو على الجودة ديالهم سافي هنا اخديت قطعة بشكل دائري اخدو الحجم اللي بغيتو صغر من هكا او اكبر على حساب الرغبة ديالكم وكن بدو نقطعوه هنا من الاحسن العجين من اللي تلقوه حاولوا تحيدوهم من البابي كويسون ترجعوه باش تأكدو انو ما لاسقش باش ما يبداش من اللي ينقطعوهم ما يبدوش يتجمعو لينا انا هنا كنزربانة فمادرتهاش ولكن غانعود نوريها لكم فاش غانعود نطلق العجين كنتلقو العجينة ما تكونش رقيقة بززاف وما تكونش غليدة وممكن إلا بغيتو تشكلوهم كويرات وتبسطوهم فشوفون شما الطريقة اللي يجازكم سهلة سوفيك نحطو في اللاتة انا درت بابي كويسون في اللاتة وهنا العجين اللي يبقى زنا عليه شوية من العجين اللي جديد مازال ما اختمناش به سوفيك نتلقوه بنفس الطريقة مرقيق مغليد هان شو ما كنحيدوهم البابي كويسون كرجعو عاد نقطعو باش ما يبقاش لاسق لان هوم اللي يلسقو كنقطعو كي بدا يدفورمالينا شكل ديال هاد لقالت كي بدو يدجمع هنا يا بعد ما كملت كيميا كاملة هني اللي بانو لي شوية غلاد كن نبسطهم لان هوم مازال غادي يتلعو في الفران فانا ما بغيتهم لان هوم شي جوني غلاد سفي وخديت قهوة سريعة الدوابين ازتليها اه اه اصفر بيضة مع شوية ديال الحليب وخلطت كل شي وكندهنوهم ممكن تديروا كاكاو إلا ما عندكمش القهوة هاد سفر بيضة واحد انا را ما كفينيش يعني الاخرين مدهنش هومش مزيان مش مشكل كيبقى غير زيين وصافي سافي وكن اخدو فورشيت كنديرو خطوط افقية وعمودية بهاد الشكل بهاد الشكل فران ديالنا فهد الاثناء يكون سخون كندخلوهم على نار مهيلة نشعلو عليهم غير من الاسفل كنخليوهم حتى كي بدو يتحمرو من الاسفل وكنشعلو الفوق ونخليوهم يكملو الطيب ديالهم هدا هو اشكلهم بعد ما خرجتهم من الفران كنتمنا الوصفات تعجبكم وتتجربوها بصحة والراحة شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء مع وصفات جديدة بإذن الله شكرا لكم على حسن المتابعة